شكرا لمشاهدتك تراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها هناك واقع جديد تستيقظ عليه الدول الإسلامية فلا زيارات ولا احتفالات ولا حتى تنقلات وقد يكون كعك العيد أو الكحك أو المعمول أو الكليتشة العراقية ما يذكر الناس أنه عيد فطر بل هو هذا العام بين الإغلاق والتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا لكن هذا الحال لا يستطيع البعض معه صبرا في المغرب ليما يتمالك عدد من الأشخاص أنفسهم فخرجوا للاحتفال الجماعي بعيد الفطر مع أغاني وهتافات تدعو لإنهاء الحجر الصحي مثل وفتحونا نخرج وبالدقة المراكشية نشاهد هذا الفيديو من زاويتين مختفل الفتائنا نمط الموسيقى الذي سمعتوه في الفيديو هو نمط شعبي مراكشي يسمى الدقة المراكشية أو الاتقيتقات تستخدم فيه الآلات الموسيقية القرقب والبندير والتعريجة أو ما يعرف بالطبل ذلك التجمع حصل يوم أمس وفي صباح اليوم الأول من العيد في مدينة طنجة شمالية المغرب بالتحديد في منطقة حومة ديزيري هذه المنطقة التي حدث فيها هذا التجمع طنجة من شاهد الفيديو علق عليه على وسائل التواصل هنا نأخذكم إلى بعض من التغريدات إذا أدخذنا هذه التغريدة لمن يسمي نفسه بوحرحارة قج قج هذا لا أعرف ما يعرف ما يعني لكن ليس مشكلة أهم شيء ما قالوا الوعي لا يوجد الجهل يعمل بصاحبه أكثر ما يعمل به عدوه سبحان الله وزارة الصحة تحذرهم وهم يتجهلون تحذيراتها بأي حديث يؤمنون لا أعلم لم أكن أظن أننا في هذا المستوى من الجهل وهنا محمد العزيري هذا شيء وقع في أحسن البلدان من لم يتزاحم في مظاهرة تزاحم أمام بنت أو مخبز المهم الحجر سيرفع آجلا أو عاجلا لأنه مستحيل يبقى للأبد الدولة قامت بواجبها الذي تقدر عليه وهنا لطيفة تضم صوتها إلى المنادين والمغردين تقول لطيفة شيء محبوس في دار وداير حجر صحي صحيح وشيء خارج يغني ويشتح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كورونا ما غذياش تسخى بنا وهنا رقية لها هذا القول في التغريدة تبارك الله هذا هو لكي تسمى الذكاء الأكثر غباءا شكرا على الزيادة لغزيتونا ثاني كون كنت مسؤولة تم نشدهم كاملين ونسجنهم مجموعين في بيت واحد ونخليهم يغنوا يا شمس العشية وهنا عبدالنبي جناد إن هذا الخروج الفوضوي لفئة ريد وحلاك البلاد وخسارة الدولة يجب البحث عن المتزاعمين لهذه المسيرة الخصيرة وازجي بهم في السجن بأقصى العقوبات لأنها جريمة في حق الدولة والشعب ولكن يا عبدالنبي يبدأ أن هناك من استجاب لطلبك نتحدث عن ما قامت به قوات الأمن في طنجة فقد قامت بإيقاف ثلاثة أشخاص وتبحث عن الرابع كانوا قد دعوا بشكل علني وجماعي إلى كسر الحج الصحي وذلك بتهمة التحريض على التجمهر وتهديد الصحة العامة وخرق الطوارئ الصحية بالنسبة لعدد الإصابات فيروس كورونا في المغرب فقد وصل حتى الآن إلى 7495 إصابة وعدد الوفايات إلى 200 حالة وفاة رحمهم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر